وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَنْ تَلْقَى خَلِيلًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نِعَامَ الْأَصْفِيَاءُ اتفقوا على استحباب الطيب لمن أراد الإحرام إلا مالكاً رحمه الله فإنه قال يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام يبقى ريحه بعده يبقى 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 مش يبقى يبقى هو بيعلل لما كره ذلك يبقى ريحه بعده طيب هنا هذه المسألة الأولى مسألة الطيب للمحرم هذا استحباب الطيب للمحرم يعني ما استحباب الطيب للمحرم الإجماع على أنه لا يجوز أن كان محرماً أن يستخدمه الطيب ولا سوباً ما سوى زعفران ولا ورس فهو ممنوع من الطيب لكن هنا المسألة في هذا الباب هي مسألة الطيب قبل الإحرام الطيب يكون قبل الإحرام وهذا قول من عباس بن الزبير وسعب بن أبي مقاص وعائشة رضي الله عنه ومه حبيبة ومعوية وروية أجدعى محمد بن حنفية بسعيد الخدري وعروة والقاسم والشعبي ابن جراج وهذا لهم أدلة أعظمها دليلاً دليل عائشة رضي الله عنه وعرضها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يتوب في البيت قالت وكأني أنظر إلى أبي صيط الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متافق عليه وأيضاً قالت كأني أنظر إلى أبي صيط طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بلغها أن ابن عمر ينهى عن ذلك قالت رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبة لكنهم أجاب عن هذا الحديث بالذات قالوا الطيب يذهب بالاغتسال بعد أنه يتطيب ويذهب في جامع ويغتسر فيذهب الطيب وهذا خطأ لأنها قالت ما زلت أرى إيش وبيس الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق الأئمة إلا أن مالكاً قال بعدم السنية يعني مالك قال قال لا يطيب مالك قال ذلك قال لا يطيب وقال يبقى ريحه بعده وهذا يكره عليه أن يبقى ريحه بعده وهذه مسألة مسألة يعني ما قالوه استدلوا عليه بأدلة وأعظم الأدلة التي تتدلوا بها عليها على هذه المسألة فيها هو دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بجبة يلبس جبة في العمرة وهو تضمخ بالطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك هذا الطيب وانزع هذه الجبة وعقيقة الأمر يقول الجمهور والأرجح هو أن الطيب مستحب لفعل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخذوا عني مناسككم فلفعل النبي أنه مستحب هذا الأصل والإقرار الصحابة وفعل الصحابة ابن عباس وعدنا بقص كلهم كانوا يفعلون ذلك وأما ما جاء في بقاء الطيب قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل وما سدل به القوم في انزع الجبة لها تأويلات من هذه التأويلات أنه كان متطيبا بالزعفران والنهي عام على الزعفران وهذا تأويل ما أراه قويا يعني التأويل القوي في هذا الباب هو أنه يعني لابس ذلك وتطيب قبل الإحرام وبقي على الطيب وبعد الإحرام لذلك أنه قال له انزعها واغسل الطيب أو أنه تطيب بعد الإحرام وهذا الزجل الصحيح أنه تطيب بعد الإحرام قالوا ينهى عن الطيب تبعا كما ينهى عنه أصالة ينهى عن الطيب تبعا كما ينهى عنه ابتداء يعني هم قالوا ينهى عنه تبعا كما ينهى عنه ابتداء في الإحرام لأنه بقاءه في الإحرام كالابتداء يعني جعله التبع ابتداء فهمتم الصورة؟ نعم والأمر الثاني الرد على هذا الباب نقول لهم نقول لهم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل وهم قالوا قياسا على الثياب قلنا الثياب لم يرد لم يرد استحبابه قبل الإحرام وورد استحباب الطيب قبل الإحرام فافترق فكان القياس قياس مع الفارق فكان القياس قياس مع الفارق فتبقى الأدلة هنا ظاهرة وأن الطيب واستخدام الطيب للإحرام سن مستحب وإن بقيت رائحته لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل يستحب في البدن الأحرام لا يجوز لا يجوز حم الأحوال الجوبة قال لها وغسلها نعم قال انزع وقال لغسلها ما نتكلم على الشيخ طبقات الدليل أعلي سوطة كيف ذلك ما نتخلينا في الأول وقت كه هات اللي بعده إذا كالله خالي ما نتخلينا في الوحورة ما نتخلينا في الوحورة ما نتخلينا في الوحورة وعندك الطريق المفتوح سهلا وتقول لك أنا أن خلينا يتفع بالصدر إلى رأته بعد يبقى ده الشاهد ولا مش ده الشاهد يبقى هو باقي معه ولا ما باقي معه هو أصلا العلة لتجاعة الملكية يقولون بالكره إيش العلة بقى الريح بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذلك قالت إني أرى وبيس الطيب في ما في رأس رسول الله ده بعد إيه يبقى باقي ولا ما باقي وهنا يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصبعات كده بقى تأتي بكل ما تأتي به في هذا الباب يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل وقلنا القياس على الزي واللباس قياس مع الفارق تفضل الشيخ قال الإمام رحمه الله واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام الحد واتفقوا على واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام الحد والوقوف بعرفة ودخول مكة والطواف وصلاة الركعتين عند عقد أما بالنسبة لهذا الاتفاق والاستحباب اتفقوا على ذلك وقلنا أن الحكمة عند الاجتماع أن تكون الهائة حسنة وأن تكون الرائحة طيبة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرر وقال أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم فالحاصل في هذا الباب أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاغتسال أما الاغتسال للإهلال فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وتطيب للإهلال وأيضا أمر أصحابه فاغتسلوا وعائشة أيضا اغتسلت وأيضا أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر وهي نفاس كانت نفساء ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وابن حزم قال بالوجوب هنا في هذا الباب أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فهذا كله دلالة على الاغتسال عند الإهلال أو الإحرام بالحج الوقوف عرفها ورد عن ابن أبي طالب رد الله عن رضاق قال الغسل على أربع وذكر منها الوقوف عرفة أيضا في هذا الباب وقلنا أن المعنى موجود المعنى موجود وش المعنى؟ المعنى اجتماع الناس اجتماع الناس ويكون المرء في أحسن هيئة وحلة عند اجتماع الناس لأن المرء تأزم ما تأزم منه ابن آدم وكذلك في دخول مكة عظيما لمك لأن ابن عمر رد الله عن رضاق كان يبيته بذيطه ويغتسل قبل أن يدخل إلى مكة وهذا تعظيم لمكة تعظيم لمكة تعظيم مكة ليست أي البلاد وأيضا للطواف وأما الطواف استحب بعض الأهل العلم بالاغتسال في الطواف وليس هناك ثم الدليل على ذلك إلا الاغتسال للدخول وأيضا مسألة الاجتماع مسألة الاجتماع من ناحية النظر مسألة الاجتماع لا سيامة صراحة الطواف في البيت يكون التزاحم شديد التزاحم شديد فلذاك الاغتسال في هذا الباب قالوا يكون مسنونا وهذا على القياس على التأثير العلم أن كل اجتماع يستحب له لما لأنه وتتأذم وتتأذم من الله وصلاة ركعتين عند عقدة الإحرام طبعا هذا ليس اختسال لها هو ليس اختسال لها أصلا ده اختسال ليش للإحرام ده اختسال للإحرام أصلا وليس اختم لا يعني ما في دلالة على صلاة ركعتين يقتسال يقصد به في هذا الباب أن النهو السلام قد اختسد ثم صلى ركعتين بدون الحليفة قلنا صلى ركعتين ما هما ركعتين يا أستاذ مجد بيقول يا شكرا هو يستحب بالاختساء ويستحب صلاة ركعتين عند عقد الإحرام ما هو قال هو يستحب معها بقى لأنه قيت بالعقد في الأول هو قال إيش الاستحباب على الإحرام بالحج والوقوف عرفة ودخول مك والطواف إذا قلنا واقفة قلنا واقفة نعم واقفة يكون استحباب صلاة ركعتين عند عقد الإحرام ماشي للإغتسال حتى لو قلنا بالاغتسال يبقى يكون ليش للإحرام وما الركعتين لا تعرف قال الجبري عليه السلام يصلي بعض المدين ماشي الجمهور قالوا سنة الإحرام لا هو صحيح أن الجمهور ما قالوا ذلك هم يعلمون أن صلاة ركعتين كانت العصر النبي صلى العصر ركعتين كانت الفريضة فالعلماء قالوا قالوا ويسن أن يصلي فريضة إبادة الأكمل لأن النبي صلىها فريضة وإلا فيصلي ركعتين سنة الإحرام سموها سنة الإحرام واستدلوا على العموم بقول يصلي في هذا الوادي المبارك والصحيح أنه مفيش للإحرام سنة الأكمل والسنة أنه يغتسل ويصلي فريضة كاما صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى العصر ثم دخل بعد ذلك في الإحرام سنة الثالثة ونطف عندها الشباب سنة الثالثة ونطف عندها الشباب سنة الثالثة أجل هم طميني على حضرتك يعني قالوا لي من يومين باتصال وقالوا أنك عملت حادث فبالله طميني أسأل ربي أن يجنبك كل ضرر ونسأل الله رجل فيه على أن يكتب لك السلامة والصحة ودوم العافية وأن يتيب في عمره خاصة في عملك فطميني الله يردع عنك دكتور ميت آسف تصدر شيء قال واختلفوا في وجوب التلبية فأوجب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلا أن أبو حنيفة رحمه الله قال هي واجبة في ابتداء الإحرام فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرمة وقال مالك رحمه الله هي واجبة ويجب بتركها دم وقال الشفعي وأحمد رحمهم الله هي سنة هنا وجوب التلبية أن يقول لبيك الله ما لبيك أبو حنيفة قال هي واجبة وهي واجبة عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وأيضا جاء جبريل فأمره أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية أن يأمر أصحابه أن يرفع صوتهم بالتلبية نعم وقال هي هي التلبية يعني ابتداء في الإحرام فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار صار محرم هذا اللي أصلا عندهم ما يهمنا هذا الباب يهمنا المسألة الآن وهي مسألة التلبية مالك قال يا واجبة ويجب بتركها دم بل هناك من المالكية من قال بأنها ركن ابن القاسم قال من تركها حتى فرغ من حجه لا وهم مني من تركها حتى فرغ من حجه يعني عليها أن يهريق دم يعني الفرق بين قول المالكية وإن الحنفية الحنفية قالوا الوجوب في الابتداء أما المالكية قالوا في الكلية إذا أتى بها سقطت عنه فهي واجبة والصحيح الراجح في هذا الباب أنها من السنة وليست من الوجوب أن التلبية سنة وليست واجبة الحمد لله نحالته تتحسن الحمد لله الحمد لله رجل الله عنك هذا دكتور المتحد قلقت جدا الله يرضى عنك يا رب الله يحفظك ويصلك ويشفي الذي استضم يشفيه شفاء عجلا أقول إخوتي الكرام الحنفية قالوا واجبة في الابتداء المالكية قالوا في كل الحج حتى يفركم الحج إن لم يلب في كل الحج فعليه دم طيب والشفاء والحنبلة قالوا هي سنة وليست واجبة والأصل فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فأمرني الأمر أصحابي أن تعلم أصواتهم بالتلبية قال فإنها ضعت خط فإنها من شعائر الحج وقد سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج والحديث وأن كان ضعيفا لكن مستأنس به قال العج والسج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي راكبا ومشيا وإذا صعد وإذا هبط فكانت التلبية عند اللقية عندما يلتقي بالصحابة والتلبية عندما يصعد عندما ينزل وعندما يركب فكان يلبي كثير التلبية أقول حقيقة الأمر التلبية تسنة وليس تواجبها والدلال على ذلك وإش الدلال أبراهيم حمق كيف هكر نعم الحاجة كل ذكر الحبيب الله أصلي فيها في فعل نبيل استحباب هو لا يغمر بيئس ماشي ما أعجب للأمر هو أن يأمر أستمرهم وهذا ذي قلت ممتاز أشياء هو خلاص أنت تقول من شعائر أثبت لك أنها هيئة قال من شعائر حاجة حسنا قلت حط تحتها خط المقول كانوا يفهموها سريعا وانا قلت ذاك تك على هذا هي من شعائر لا بحط تحت أخط أنها هيئة من الهيئات هي هيئة في الإحرام وليست إحراما ليست رقنا في الإحرام وهي هيئة قال والتلبية تفضل قال رحمه الله والتلبية أن يقول لبيك ما هم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال في هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخلى بشيء منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشفعية رحمه الله واستحب واستحب يعني مستحب عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة وحب عند أبي حنيفة واستحب عند أبي حنيفة وكره وكرها عند أحمد رحمة الله عليه فأحمد كره ذلك لأنه قال أنه يجعل خذوا عني من أسكلكم والأصل في ذلك ما قاله النساء السلام يكون ذكرا له توقيت فالذلك قال ما دام له توقيت إذن فهو توقيف دام له توقيت إذن له توقيف وحقيقة الأمن قول الجماهير يقدم على قول أحمد هنا وأن الزيادة جائزة جائزة وليست مستحبة الفرق بين الحرفية وبين باقي الجمهور والشفاعية قالوا جائز وأبو حنيفة قال مستحب والصحيح أنها جائزة وليست مستحبة ليش؟ لأن النبي سمع الزيادات وأقرها والإقرار على الجواز وليس على الاستحباب وفعل النبي هو الذي يكون على الكمال لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم وتعالتك لك والملك لا شريك لك هذه تلبية النبي كان ابن عمر يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا كان غير يقول لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعائم كل هذه تلبية كانت كانت تقال وتزداد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا يعقب على ذلك بل أقر أقر ما قتيل وأثنى العمر القطاب إنه إذا زاد في التلبية قال لبيك هذا النعماء والفضل لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك وابن مسعود كان يقول لبيك 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 عدد التراب فهذا كله فيه زيادة من الصحابة الكرام وكانوا حول النبي فكانت الزيادة يسمعه النبي وسلم ويقرها ولا ولا ينكره وإقرار النبي في ذلك على على أنه على على الجواز على الجواز أما قول أحمد يكره في ذلك قالوا الزيادة على ما قاله النبي التوقيت توقيف التوقيت توقيف وهذا خطأ مبين لأن النبي له سنة أخرى غير السنة القولية وهي السنة تقريرية فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكون قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسم بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم ان الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم